النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تلقى خطاب الكلام ده كان من حوالي خمسة أيام من مؤسسة جلاب سكر طبعا دي في دبي بتدعو للاحتفالية الكبرى اللي بتقام كل سنة وبتقامها المؤسسة دي تيوم 27 ديسمبر دائما حد جاي تقريبا هكون في أحد الفنادق الكبيرة جدا وهتحضرها كل نجوم الكورة العالمية علشان استلام جايزة النادي بوصفه طبعا نادي القرن الأفريقي زي ما كنا منتكلم نادي الأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط الكابتن محمود زي ما حضركم شايفين كده هذا الخطاب اللي تلقى الكابتن محمود من خمسة أيام بيوافق الكابتن محمود على قبول الدعوة في رده المكتوب على المؤسسة الكبيرة دي من حوالي برضو ثلاثة أيام الكلام ده وجلاب ساكر طبعا معروفة جدا أن هي طرحت استفتاء كبير من فترة على موقعها علشان تختار النادي الأفضل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وده طبعا يعني فيه قرار أنك تختار أفضل بنسبة 60% ده بناء على لجنة خبرة الخبرة دول بتشكلهم هذه المؤسسة العريقة 40% من خلال الجماهير في التصويت يعني التصويت اللي انتهى منذ ساعات ويمكن نتحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة قبل طبعا الانتهاء من التصويت فاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم وحصل النادي الأهلي وده شيء يدعو كمان للفقرة على لقب نادي القرن الأفريقي والأكثر أمدية تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط إن شاء الله الكابتن الخطيف هيكون متواجد في هذه الاحتفالية العالمية وإن شاء الله يستلم جايزته ودايما شعار النادي الأهلي يعني يكون موجود في كل المحافل العالمية وكمان على مستوى القرن الأفريقية ده النادي الأهلي ودايما فخورين نحن جزء وجزء صغير جدا من هذا الكيان الكبير اشتركوا في القناة